يتحدث الملاكم الايرلندي كورنر عن زوجته لقد كنا معا لمدة سمانية عوام ونعيش في ايرلندا على بعد خمسين ميلا من دبلن في شقة مستأجرة وبدون عمل لم اعمل لانني قضيت كل وقت في التدريب كان حلمي ان اكون دائما بطلا لقد امنت بي وعلى الرغم من خلة المال بذلت جهدا للاعتناء في تقزيتي كان علي تناول طعام الرياضي وجبات محترمة كانت زوجتي دائما تهتم بي وتشجعني عندما كنت اعود الى المنزل من جلسة تدريب مكثفة منهكا متعبا كانت تقول دائما كورنر اعلم انك تستطيع القيام بذلك وسوف تنقح والان انا اربح ملايين الدولارات من خلال القتال في مباريات ام مجمهور يقترب من سبعين الف متفاجق وانا الان استطيع شراء اي سيارة واي ملابس واي منزل ومع ذلك فهي لم تطلب مني شيئا لكنها تستحق لغة الزوج الافضل على الاطلاق كانت معي فترات طويلة هي تعمل وانا اتدرب قصة حياتي الان يتداولونها قصة كفاح سمانية اعوام وانا بدون عمل سمانية اعوام وانا اعمل في التدريب فقط لكي اصبح وطلا وهي من كانت تهتم بي نهى قصة الملاكم الارلندي كورنر مكريوغر وحديثه عن زوجته التي كانت دائما مع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر